واشنطن بوست تؤكد أن إسرائيل قتلت الطفلة هند تحقيق لصحيفة الأمريكية يفند الرواية الإسرائيلية ويكشف حقائق دامغة تدين وقوف القوات الإسرائيلية على وفاتها الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أن تحقيقاته بشأن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر ستة أعوام في غزة كشفت عن عدم وجود قوات تابعة له بالقرب من مكان الحادث في المقابل أكدت تفاصيل نشرتها صحيفة واشنطن بوست أن الطفلة هند تعرضت للقتل المتعمد مع أفراد عائلة عمها بالقرب من دوار في ضحية تل الهوى بمدينة غزة بعد تحليل التسجيل الصوتي للمكالمة التي أجرتها الطفلة هند واستنجدت من خلالها بالهلال الأحمر الفلسطيني تم رصد 62 طلقة نارية مسموعة على مدى 6 ثوان ووجد أحد المختصين أن عدد الطلقات كانت سريعة ولا تتطابق مع طراز الأسلحة التي يستخدمها مقاتل حماس غالبا وقال إن المعدل أقرب إلى الأسلحة التي تصدر عادة للقوات الإسرائيلية وأظهرت صور الأقمار الصناعية وجود أربعة مدرعات إسرائيلية على الأقل على بعد نحو 300 متر من السيارة وقال محلل إن فحص صور الأقمار الصناعية يظهر أن المركبات المدرعة القريبة من هند موضوعة تكتيكيا في وضعية استعداد لردع الهجمات كما تظهر الصور أكثر من 12 مركبة مدرعة إسرائيلية أخرى على بعد ربع ميل من سيارة عائلة حمادة لها هياكل شبيهة ومتطابقة مع المركبات الإسرائيلية المجنزرة مثل دبابة ميركافا وفقاً لسوني بيترورت كبير المحللين في شركة المخابرات الدفاعية جاينس الذي أكد أنها تعمل في غزة بالإضافة إلى حاملة الجنود المدرعة نامر ذات الحجم المماثل ومركبة الهندسة القتالية من تراز بوما وقال بيترورت أن ميركافا ونامر وبوما لديهم جميعاً رشاشات تتطابق معدلات أعيرتها النارية مع ما خلص إليه تحليل التسجيل الصوتي للمكالمة التي أجرتها الفتاة هند مع طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني قبل وفاتها